التقى وكل محافظة حضراموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي برئيس اللجنة الثقافية لأندية ساحل حضراموت رئيس لجنة كاس حضراموت الثقافية خالد القحوم لمناقشة انطلاقة النسخة السادسة لبطولة كاس حضراموت الثقافية للأندية الرياضية التي تستضيفها مدينة سيئون في الأيام القريبة القديمة وأثناء اللقاء طلع باضاوي على الترتيبات الجارية لتنفيذ وإقامة بطولة كاس حضراموت الثقافية للأندية الرياضية في نسختها السادسة بمشاركة ثمانية أندية تضام الحضراموت وشعب حضراموت والنخبة وسمعون واتحاد حورة وشباب القطن والتعاون العقاد وسيئون مستمع من القحون إلى شرح مفصل عن استعدادات الأندية المشاركة والصعوبات والمشكلات التي تواجه الأندية ترجمة نانسي قنقر